تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورا ملحوظا على مدار السنوات الماضية لتقترب من مليار دولار بنهاية عام 2022 كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لا سيما الطاقة والاستثمار العقاري والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة فضلا عن عدد من المجالات تطور ملحوظ تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن حيث حققت حرقة التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا كبيرا خاصة في ظل توافق الرؤى بين قادة البلدين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبرز تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن خلال عام 2022 حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 984 مليون دولار مقابل 915 و18 مليون دولار في عام 2021 بنسبة زيادة 7.1% وأوضح البيان ارتفاع قيمة صادرات مصر للأردن في عام 2022 إلى 726 ونصف مليون دولار مقابل 711 و1 من 10 مليون دولار في العام السابق بنسبة زيادة 2.2% وبلغت قيمة واردات مصر من الأردن نحو 253.9 مليون دولار خلال 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24% بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 133%. درة التاج في ملف التعاون الثنائي بين البلدين جاءت بالزيارة الرسمية لرئيس الوزراء مصفى مدبولي إلى عمان ليترأس ونظيره الأردني بشر الخصونة أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة شهدت الاجتماعات توقيع عدد من الوثائق في العديد من المجالات العلاقات المصرية الأردنية تتميز من فتاحها على شراكات إقليمية وعربية حيث يشارك البلدان إضافة إلى الإمارات والبحرين في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة كذلك نسجت مصر والأردن إضافة إلى العراق آلية التعاون الثلاثية لتمثل أحد أشكال العمل العربي المشترك وتعد نواة حقيقية للبناء عليها من أجل تعزيز كافة أشكال التكاتف العربي